أولاً أنا أقول بأنه ما ينبغي للإنسان أن يعتاد الدعاء الختمة عند كل ختمة يعني ما يعني يواضب على هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عمل هذا و ثبت هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم لكن ليس على سبيل الدوام و ما في هناك دعاء خاص اسمه دعاء ختم القرآن ما في شيء اسمه دعاء ختم القرآن هذا اللي موجود في المصاحف هذا اجتهاد من بعض القرآن و ما عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ختمتم القرآن فادعوا الدعاء التالي ما في و بعض الصحابة لما اجتهد دعاء ولكن من دون تخصيص دعاء معين فأنتي و إلا هي و إلا إحدى الأخوات ما في بس لو دعوتم مرة و تركتهم مرات بارك الله فيكم